موسيقى موسيقى أهلا بكم سعيدة بلقائكم في أول ظهور لي على القناة الثانية وسط أجواء ماطرة ولو بكميات قليلة يتوقع بعد زوال اليوم نزول أمطار ضعيفة بالريف بمنطقة تنجة وبرلوكوس وقطارات متفرقة منتدرة بشمال الأطلس المتوسط وبالسواحل شمال الجديدة بينما الأجواء ستكون قليلة الصحب بباقي الأرجاء خلال الليلة المقبلة سيتواصل نزول قطارات مطرية بمنطقة تنجة بالريف كذلك بالركوس وكسل دبابية ستغطي السواحل والسهول الشمالية والوسطى وكذلك جنوب المناطق الصحراوية وستتكون ما يعرف بالجريحة بالمرتفعات سباح يوم غدين ستنزل أمطار على منطقة تنجة ودباب متواصل بالسواحل والسهول الشمالية والوسطى كذلك شمال منطقة الشرق وبشمال المناطق الصحراوية كما ستهب برياح قوية بعد الشيء بمنطقة الشرق وكذلك بالواجهة المسوسطية درجات الحرارة بعد زوال اليوم ستتراوح بين 9 درجات بإفران و30 درجة مرتقبة بالقويرة 25 درجة بالعيون 20 درجة بأقادير 21 درجة بعروس شمال تنجة و20 درجة بمدينة الدار البيضاء مقاييس الحرارة خلال الصباح ستسجل 4 درجات بإفران 15 درجة بعروس الشمال تنجاس بعد درجات بالمدينة الحمراء مراكوش 10 بأقادير 17 درجة بالعيون كذلك بالقويرة خلال اليومين المقبلين ستعود الأجواء المستقرة من جديد لتهم كل ربوع المملكة بالستناء بعد الغيوم المحتملة بالشمال الغربي مع زخات مطارية يوم الاثنين نتعرف الآن على مواقع شروق وغرب الشمس وطولور وأفول القمر بمدينة الدار البيضاء مسائب قوم عند قوم فوائد ففيما يهدد التغير المناخي 3-4 اقتصادات العالم إلا أنه في المقابل قد يحسن اقتصاد البقية فوفق نتائج توصلت إليها إدارة منيسوتا الأمريكية للموارد الطبيعية الاستنتاجات تقول إن اقتصاد الدول الأسكندنافية ومناطق في الشمال الأمريكي وكندا سينعم بفوائد جمع منها الزهار الزراعة وتنوع الحياة البرية والنباتية والمائية وأخيرا تتقدم القناة الثانية بأصدق التعازي والمواساة لأسرة الفقيد سلاح الدين الغماري وللأسرة الإعلامية وداعا سلاح نهاية النشرة إلى اللقاء